أهلا بكم النهاردة ومع قرب الفجر وبينما الشعب المصري يغطه في نوم عميقة وكل واحد منتظر يصحى يروح على شغله ويقول يا رب صبحنا وربحنا وبين خلقك لا تفضحنا فجأة يستبحوا كده على هدية جديدة من عبد الفتاح عبد الفتاح صبح عليهم بدري صبح عليهم بخبر كئيب صبح عليهم بخبر هيتحكم فيهم في كل شيء رفع سعر البنزين زي ما أعلنت وزارة البترول في بيان على صفحتها في نص الليل والناس نايمة أهو الخبر أهو وزارة البترول في ظل تزبزب أسعار خاب رند وسعر صرف الجنيه مقابر الدولار عشان السابين دو بس والله قررت لجنة التسعير تلقائي للمنتجات البترولية التوصية بتعديل أسعار الحالية السائدة حيث تم تعديل سعر بيان منتجات البنزين بأنواع التلاتة اعتبارا من الساعة 2 الساعة 2 الصبح يوم 2 3 عشان تبقى تمانية خمسة وسبعين جنيه لتر البنزين تمانين وعشرة جنيه خمسة وعشرين لتر البنزين تقى اتنين وتسعين واحداشر ونص لتر البنزين خمسة وتسعين وإلى آخرين وعشان القرار جاء في وقت متأخر ساعة 2 الصبح فكتير من المصير اللي عندهم عربيات جاريوا على محطات البنزين عشان يمكن يلحقوا أي كوباية بنزين بالسائر القديم زي ما نشر بعض المواطنين على صفحتهم على التيك توك الزحامدة الدنيا جدعان في البنزينات زحمة موت بعد ما البنزين غيرها ناس كلها نازلة تفاول على سهر القديم طيب ده الشرع الساعة 2 بالليل وكل الناس دي قررت انها تفاول وطبوط تلا خاف بس هما قررت ان هما يعني هيستثمروا خلاص وهيبقروا تقريباً خمسين ستين جنيه في التفاولة عشان هما بيحباسوا على كل قرش وخلاص دي اخر مرة يحبطوا تلا بنزين وبعد تاني مش هيتفاولوا العربات ان يحبطوا بقى فيها مواريا هما قرروا ان هما يلحقوا أجل الزيادة احساس انك انت داخل تفاول تفاول تفاولة العمر كله ده اللي كتبوا اللاعب السابق أحمد عيد عبد الملك كتب على حسابه الرسمي البوص ده بيقول قاعد في البنزينة بشرة بقهوة على الصبح ولكن العربية وعايز ااخد قرار اني ادخل افاول العربية ومسك الال الحزبة وقاعد متردد تحس انك داخل تفاول تفاولة العمر والله ربنا يكون فعون الناس المحتاجة بجد اي حد ربنا بيديه دلوقتي بقى تعبان حقيقي تخالي معهوش ربنا يسترع الجميع مع دخول الشهر الكريم ده ده لاعب ونجم وربنا يديله يعني وقاعد ضيف دائم عند محمد شبانة يعني بيتقادى اجر عن وجوده في الاعلام وزي ما هو قال ربنا يديله يعني انه هو معاه وقاعد يحسبها فبالك باللي معهوش صفحة وزارة البترول حصل عليها وجوم شرس من المصريين اللي كان اغلب تعليقاتهم حسبنا الله ونعمل وكيل فيكم عندها ستعمل ايه هتكفي احتياجاتها ازاي بعد الزيادة دي والناس هتاكل بعضها بسببكم ده اللي كتبوا جمال او حساب باسم جمال جمال قال والله حرام عليكم اللي تعملوا فينا المفروض الزيادة على بزين 95.80 بس دخل اكتر من 60 في المنطنين تقريبا يوازي 60 في المنطنين احتياجاته الشهرية اكل وفواتير شهرية واعلاج وانتقالات طب يجيب من فين 40 في المنطنين عشان يكفر قصرته باقي الشهر والله الناس وقف على تكة وتطلع تاكل بعضها بسببكم كل ده بيحصل قبل الشهر رمضان والناس كلها مش هتلاقي الفطار ده اللي بيقول كده حساب باسم عشر قال كان الله في عون الناس يعني في عون هذا الشعب زيادة اخرى في اسعار البنزين تزامنا مع موجة الغلاء والاحتكار والافقار يتبع التعويم الرابع للجنيه وخدوعه ويزلاله امام الدولار كل هذا قبل شهر رمضان والناس شكلها مش هتلاقي الفطار لا اله الا انت سبحانك ان كنا من الظالمين ده شريف قيادات الدولة ما عندهمش دم ولا احساس ومرتبات الناس هتكفي ايه بعد ما يزودوا البنزين ده فوزي اللي بيقول بيقول لا نملك فوزي بيقول لا نملك الا ان نقول حسن الله ونعم الوكيل في قائدات الدولة عديم الدم واحنا مرتباتنا قد ايه عشان تزود سعر اي سلعة مش البنزين بس قدونا مرتباته ربا والخليج وعمل له انتو عايزينه انتو بدل ما تحسوش ايه وكله تمام يا ريس وزي ما قال فوزي يدونا مرتبات الخليج فاحمد بقى شايف ان حتى البنزين عند الخليجة ارخص من مصر احمد بيقول له بعد كده يا جدعان اللي يسافر السعودية بدل ما يجيب جيركن ميت زمزم يجيب جيركن بنزين احسن هيبقى ارخص من هنا من هنا ده اللي له احمد فعلا البنزين في دول الخليج اللي مستوى المواطن المدي فيها اعلى بكتير جدا من المصريين البنزين فيها ارخص من مصر بكتير تعالي شوف كده اللي البنزين ترفع على عهد السيسي اكتر من 500% وقدي فرق الاسعار ما بين البنزين في عهد السيسي والبنزين شوف بس الجراف ده كده عشان الدنيا من لغبطة شوف الجراف ده كده اسعار البنزين خلال عهد السيسي ما بين يولو 14 لمارس 23 في يوليو 14 كان بنزين 80 بجنيه وستين قرش تخيل في يوليو 2014 في مارس 23 بتمانية جنيه 75 بنزين 92 في يوليو 2014 كان باتنين جنيه 60 قرش في مارس 23 بقى بعشر جنيه 25 قرش في يوليو 2014 كان بنزين 95 بستة جنيه 25 في مارس 23 بقى بعشر ونص تب السولر السولر في يوليو 2014 كان السولر بجنيه 80 قرش في مارس 23 بقى بسبعة جنيه 75 قرش تخيل دفع عصره هو بس عرفتي ليه بقى هو ما عندوش غير استوانة الإرهاب الشهداء البلد هتضيع ربنا في ظهري نبقى مع بعض الأمانة أرجوكم خفزوا على بلدكم لأنه فاشل لأنه عماش حاجة لما جاه يا رجل شوف سعر الدولار لما جاه كان كام سبعة جنيه النهار ده سعر الدولار تلاتين جنيه لا ده تلاتين في البنك بره البنك أكتر من كده يعني بره البنك وصل تلاتة وتلاتين واربعة وتلاتين ده جاه والدولار سبعة جنيه الفاشل جاه ولتر السولر بجنيه تمانين قرش النهار ده سبعة جنيه خمسة وعشرين السولر البنزين تمانين بجنيه وستين النهار ده بقى تمانية جنيه خمسة وسبعين عشان كده هذا الفاشل ما ورهوش غير المسرحيات الخيبة اللي بيقولها من عشر سنين الإرهابيين وخيرة الشاطر قال لي وبديع قلت له ومحمد مرسي خد السلم وطلع لفوق والإخوان فسقه ما عندهوش غير كده ودماء الشهداء اللي راحت وخلي مالكم ربنا معايا ربنا معايا ما ورهوش غير الكلام ده لأنه ما عندهوش إنجاز السيسي هو اللي جرجر مصر للسكة دي طوال عشر سنين سكة الغلاء وزيادة الأسعار والصب في مصلحة المواطنين والفشل الحقيقي بالاستدانة من صندوق النقد اللي طلبه إن السعر الليتر يوصل لعشرين جنيه عشان كده هتفضل الزيادة دي مستمرة يا حضرات لحد ما توصل لعشرين جنيه لتر خد الخبر ده كده بعد زيادة البنزين بمصر ما السعر الذي يريده صندوق النقد وهل يفجل الغلاء أكتر مما فعل الدولار اطلع بالتفاصيل يا علي قال لك إيه بقى كان واضحاً أن تأجيل إعادة تسعيل الوقود خلال الفترة الماضية ليس نابعاً فقط من السعي لتقليل الضغوط التساقمية ولكن أيضاً لأن الحكومة تعلم أن السندوق سوف يطلب إلغاء الدعم عن الوقود ولذلك فضرت الحكومة أن يكون رفع أسعار الوقود ورقة في يدها تستخدمها لكسب الوقت بعد إبرام الاتفاق وليس قبله لتغفيف وطرة الزيادة وبحسب ما فهم فأن السندوق يشترط إلغاء الدعم عن الوقود وكذلك رفع نسبة التعريف على ملكية السيارات إلى 1% سنوياً أي طبق الحكومة نحو سبعة فصول من الزيادات سبعة لسه قدامها سبعة حاجات سبعة مرات وهو ما قد لا يكفي لتحقيق السعر المستهدف لأن الزيادة بمعدل 6 جنيه قد تصل بالبنزين 92 إلى 16 جنيه بينما السعر اللي عايزه البنك أنه يقلل دعم البنزين لأخصى حد يمكن أن يتراوح ببينها 18 إلى 20 جنيه يعني صندوق النقد يا حضرات عايز يوصل سعر لتر البنزين ما بين 18 إلى 20 جنيه إيش خيال يا ناس الخوف دلوقتي من موجة جديدة لانفلات الأسعار بعد رفع أسعار الوقود دا اللي بيحذر منه أن ناشر هشام آسم قال نصا أهو اطلع بهشام آسم جالك انفلات الأسعار يتارج دراسات الجدوى الله عليك الله عليك يا هشام بيه طبعا السيسي الذي دمره وحتى الآن ما يسمى بدراسات الجدوى حتى الآن فهو بيقول جالك انفلات الأسعار يتارج دراسات الجدوى لأنها يحصل انفلات في الأسعار في الفترة الجاية دي هيطول الأخضر واليابس دا إذا كان فيه أخضر أصلا لكن شعبة المواد الغذائية بتستبعد أن يحصل زيادة في الأسعار بعد رفع بنزين لكن الكلام دا غالبا عشان حتى تهدى عشان ما تغضبش وهو الخبر اهو رفع أسعار البنزين ماله بقى رفع أسعار البنزين وتثبيت سلار والمواد الغذائية تستبعد غلاءا جديدا رغم القرار دا الكلام دا تقوله عنده ملطفي اللي بتنوره تطفي لأن فعلا بعد ما ترفع أسعار البنزين كل شيء هيرفع لأن دا النقل هو البنزين هيترفع والسلار وبنزين تمانين والنقلة مش هستترفع يعني المشوار بالمئة كيلو اللي كنت بتطلع من اليوم مثلا تودي نقلة في المنيب مثلا بنفس سعرها دلوقتي بعد ما زاد لتر البنزين تبقى مجنون رسمي وإنما هتحط الزيادة عن نقلة طب اتحطت الزيادة عن نقلة إيه بقى الزابط والرابط ما حصلش ظابط كل واحد بمزاجه بقى وهيحصل اللي قال عليه شام آسم انفلات كل واحد بمزاجه بقى كل واحد اللي يقدر عليه كل واحد يعيش ويكسب فرصة اللي جادة الإلكترونية بتاعت السيسي اللي حب تطبل له شوية واتطلعه بمظهر الرئيس الحنين مال الهوى اللي خايف عالشعب ومرضيش غل سعر السرار وطلعت هاشتاج اسمه السيسي يرفض أسعار السرار فاكرين هاشتاج ده أو طلع هاشتاج كده كتب الصحفي عبدالواحد عشور مدير التعاييز السابق قال حسنا فعلت لجنة تسعير بتزبيت سعر السرار حتى لا يكون مبر جديدة للتجار والمزارعين لرفع الأسعار بحجة ارتفاع أسعار النقل أما بالنسبة للباقية فقد كان متوقعا رفعها منذ بداية الحرب الروسية لكنه تأجل عدة مرات رغم أنه يكبد الخزانة العامة مليارات يوميا السيسي يرفض أسعار السرار طبعا ده مطبلاتي ده ده عايز يقول يعني الرجل استحمل كتير والله لكن يطرع عمري أديب وإحمد موسى ومطبلاتيس السيسي هيجيلهم عين يطلعوا يبرروا رفع سعر البنزين ياريت ياريت بلاش يستفزوا الناس زي ما بيقول شمس أو حساب باسم الشمس بيقول بالنص كده أهو ياريت السادة أحمد موسى وعمر قديم وبعد مقدم البرامج ما يظهروش النهاردة لتبريد زيادة أسعار البنزين لأن شكلهم هيبقى وحش وهيكونوا سبب في زيادة الصخط على الحكومة ونزول أسهمهم اللي هي نازلة أصلا عند الناس الناس مش نقص استفزاز في اقتراح أنهم يقولوا الناس اقتراح السيسي لما تلاقي تاجر مغال السعر ما تشتروش طيب نعمل كده في البنزين برضو ده كان اقتراح من هشاب أو حساب باسم هشام اقترح وقال لك طيب يا جماعة معلش يعني آآ لما تروح محط بنزين وتلاقي غالي سيبه وامشي وروح محطة تانية زيادة البنزين بسبعة بجاشة على التجار ماري جيرجس كان لها اقتراح تاني خالص خلين شوف اقتراح حساب باسم ماري جيرجس نشوف كده الاختراح بتاع ماري قالت ايه اطلع بماري بتقول طب هتلنا بنزين برازيل يا معلم وخلي عمري قديم يطلع يشربه على الهوى والله يا مالي يا ماري انت رائعة هو جاي بالصورة دي بتاع الفيلم بتاع عادل امام وقال لك طب هتلنا بنزين برازيل يا معلم وخلي عمري قديم يطلع يشربه على الهوى قدام الناس تحية للقفين اللي ختم نبي بتاع ماري جيرجس لكن عشان بس عرفك الاخر حاجة الهوى الحد الادنى للاجور اللي هو طلع يجب عليك بيها بلومبرج نشرت كده كم يبلغ الحد الادنى للاجور العاملين بالدولة في مصر وراحت نشرة الخصة دي كلها على بعض اخر حاجة هو تلات تلاف وخمسمية جنيه اللي هي دي اللي هي اخر حاجة النهاردة يكم يبلغ بالجنيه بقى حد قدنا بالدولار يبلغ 114 دولار اهو فوية على طول التلات تلاف وخمسمية جنيه اللي هو النهاردة زودكم زود المصريين تساوي 114 دولار الالفين وخمسمية الالفين وسبعمية كانوا يساوي تقريبا 124 دولار اهو قدام حضرتك تخيل بقى ان في يناير 22 لحد مارس اللي هو أخلت 3500 جنيه تساوي 114 ملاحظة الحد اللي أدنى لاجور العاملين بالدولة تقارر زيادته لتلات تلاف وخمسمية جنيه ابتداء من ابريل 22 تم احتساب سعر الصرف الزيادة الأخيرة ب30.7 جنيه للدولار يعني يساوي دلوقتي 114 دولار لا شيء يعني مرتبك قالت قيمته مش زالت نروح فاصل ونلتقي بالدكتور جمال عبدالسطار